علي من عمان يسأل يقول هل السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تلقب بالزهراء هل ثبت في هذا الشيء علي بارك الله فيك بالنسبة لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي سيدة نساء العالمين مع آسيا بنت مزاحم ومع مريم بنت عمران ومع أمها خديجة بنت خويلد وأيضا ورد فضل في أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله وسلم أنها أيضا من سيدات نساء أهل الجنة وبالنسبة لفاطمة رضي الله عنه من أحب أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه حتى قال يسيئني ما يسيئها ويرضيني ما يرضيها أو كما ورد لكن تلقيبها بالزهراء في حدود علمي واطلاعي ما وقفت على نص من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن طبعا ليس فيه شيء من هذا لكن ما وقفت على نص من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بتلقيبها بالزهراء في حدود علمي واطلاعي لكن هذا ما يمنع أن تلقب بالزهراء يلقبها الصحابة مثلا ويلقبها العلماء فهناك ما يشير إلى مشروعية التلقيب بمثل هذه الألقاب عثمان رضي الله عنه لقب بذنورين لكن ما ثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بذنورين فأخذ من هذا الصحابة والعلماء على أن عثمان تزوج ابنتي رسول الله لما ماتت الأولى زوجه النبي عليه الصلاة والسلام الثانية فسمي بذنورين ولذلك لا يعرف عن شخص في التاريخ البشرية أنه تزوج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان تزوج الأولى ثم توفيت ثم تزوج الثاني وتوفيت أيضا في حياته رضي الله عنه فما عندي نص فيما أحفظ في حدود علمي والطلاع على أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية فاطمة أو تلقيف فاطمة بالزهراء وهذا لا يقلل من شأنها ولا ينزل من قيمتها بل هي سيدة نساء أهل الجنة وهي حبيبة رسول الله وهي بضعة منه قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام وهي لها الفضائل أم الحسنين الذين هما سيدة شباب أهل الجنة فلذلك أخي الفاضل ما في نص في حدود علمي بتلقيبها بالزهراء